احتفالية أقامتها منظمة كير العالمية تحت شعار نسعى للتقدم لتوحيد الجهود الرامية إلى دعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لمساعدة النساء على التقدم وإطلاق العنان لإمكانيات لحدود لها عنا تمثيل من لجان محلية البلديات البرلمان ولجان اللامركزية والمجتمع المدني كمان للتحدث عن واقع المرأة والتجارب المختلفة لجميع هذه القطاعات في الوصول إلى مجتمع شامل ومتساوي بتمتع فيه النساء والرجال بجميع الحقوق تخللت الفعالية تجربة ضيفة الحفل مي أبو السمن عضو مجلس الأعيان الأردني سابقا وهي امرأة رائدة في الحياة العامة عملت على مساعدة المرأة في المجتمع لنيل حقوقها وتنشئتها اجتماعيا ونفسيا من خلال مبادراتها المتنوعة أنا بقول أن التغيير يجب أن يأتي من المرأة نفسها والتغيير يجب أن تبادر المرأة وتنتزح هذا الحق هي بإرادتها في السنوات السبع الأخيرة قامت منظمة كير بتركيز عملها على السوريين المتواجدين في الأردن ضمن المناطق الحضرية ومخيم الأزرق من خلال تقديم المعونات العينية والنقدية إضافة إلى برامج التدريب المهني والدعم النفسي والاجتماعي للاجئين السوريين نركز في برامجنا على اللاجئين الأسر اللي بترؤسها سيدات على كبار السن وذوي العقات الحركية ونقوم بمساعدات شهرية كمان للأسر اللي عندهم عدد من الأطفال هدول الأطفال كانوا بيشتغلوا بدل إكمال تعمليمهم فمنقوم بمساعدتهم بمساعدات نقدية شهرية مشروطة بشرط إرجاع أطفالهم كأطفال سوريين وأطفال عراقيين إلى المدارس جاءت هذه الفعالية في اليوم العالمي للمرأة لتسليط الضوء على واقع المرأة والتحديات التي تواجهها ضمن الوضع الصعب الذي تعيشه النساء السوريات في ظروف اللجوء خاصة والنساء في العالم العربي بشكل عام عدد من السياسات والبرامج قدمتها منظمة كير العالمية ضمن فعالية أقامتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أهمها إنشاء برامج لسيدات أردنيات وسوريات لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجههن في الدخول إلى سوق العمل والعمل على قضايا العنف وقضايا الزواج المبكر ضمن برامج الحماية والإغاثة للاجئين إيمان عبد، أوريانت نيوز، عمان